على الرغم من أخذها حيزاً لبأس به من الاهتمام في الأوينة الأخيرة إلا أن رياضة في العراق ما تزال تعاني الكثير من المعوقات التي أثرت بشكل كبير على تطورها منها عدم وجود إنجاز كبير في البنى التحتية التي تعد أحد أهم المرتكزات في المعادلة الرياضية ومفتاحاً من مفاتيح النجاح الرياضي للبلاد والله المعوقات هواة كثيرة من ضمنها أن هذا الواقع اللي جاي المربي حالياً وضع البلد ما مستقر هذا يميأثر على اللعب خصوصاً أننا جاي المربي الفترة ما نعرف شوقت الدوري شوقت راح نلعب شوقت هاي اللي جاي المربي حالياً لكن البعض يرى بأن المنشآت الرياضية بدأت تتطور ولو بشكل بطيء ويمكن أن تكون بادرة جيدة لوجود إمكانيات جديدة في المستقبل القريب تسهم بتحسين الواقع الرياضي بعض الاندية صراحة يمتلك الملعب وقع نادمين يمتلك الملعب وتعرف الحمد لله وشكر تعرف بنت الرياضة صراحة من السنين الثلاثة الأخيرة ملعب الميناء، ملعب جلع النقلة، ملعب النجف، ملعب كربلة، ملعب زاغو حالياً ملعب ناد الزوراء وإن شاء الله نقوم الخير فيما يذهب آخرون إلى أن عدم احتضان المواهب وصقلها وصولاً إلى تأهيلها على مستوى الأندية والمنتخبات ولكفة الفئات العمرية تعد أهم الأسباب التي تعاني منها الرياضة العرقية فضلاً عن فقر كبير في المسلزمات الرياضية التي تقدم لللاعبين أغلب الرياضة والرياضين ماكو تخطيط صحيح ماكو دوريات منتظمة سواء كرة القدم وباقي الرياضات ماكو اهتمام بالبنى التحتية ماكو اهتمام بالفئات العمرية التي هي رافض للمنتخبات الوطنية وتعاني الرياضة في العراق على مختلف قطاعاتها فقراً حداً ومزمناً في الاحتياجات الضرورية لا تتصل على غياب المنشآت الرياضية المتطورة فقط بل حتى الاحتياجات البسيطة لللاعبين فضلاً عن الخلافات بين هيئات الإدارية للأندية العراقية الجميع يلقب المسؤولية على الحكومة العراقية وعلى الهيئات الإدارية للمنتخبات والأندية في تردي الواقع الرياضي في البلاد في وقت ما تزال الرياضة تشكل أولوية كبيرة لدى الجمهور العراقي من العاصمة العراقية بغداد محمد فاطل الغد